اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وبالمناسبة دي المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة الاساس مار أطلقوا مؤتمر لمواجهة العنف ضد المرأة بكل تفاصيله يحتفل اليوم العالم باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والذي ترجع قصته للاغتيال الوحشي عام 1960 للأخوات ميربال الثلاثة وهنا ناشطات سياسيات من جمهورية الدومينيكان وتزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لإنهاء العنف ضد المرأة استدفت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الأحد مؤتمر إطلاق المبادرة القومية للمواجهة مما خاطر التحرش في المواصلات العامة وهي أول مبادرة من نوعها في مصر والمنطقة العربية تجمع شركاء محليين ودوليين اتكلمي في قانون بينصفك في قانون في بيقول إن في خمس سنوات لعقوبة المتحرش في رقم ممكن تتكلمي عليه خمستاشر مية وخمستاشر لمساعدتك كل ده بنقوله برسالة بسيطة جدا في دقيقة ونص كل اللي محتاجينه إن البنات تتحرك وتقول إن في تحرش بيحصل ضدها فالعنف ضد المرأة لا يشترط أن يكون بالضرب ولكن له أشكال عديدة حيث يظهر في أشكال جسدية وجنسية ونفسية تشمل الإختصاب الزوجي وقتل النساء والاعتداء الجنسي على الأطفال والزواج للقصر والتحرش في الشوارع والملاحقة والمضايقة الإلكترونية والاتجار بالبشر التزم الاتخاذ الأوروبي والدول أعداء فيه بالعمل على الدمان السلامة البدنية والنفسية للمرأة من خلال تعزيز حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية يذكر أن مشكلة العنف ضد النساء والفتيات تنتشر في جميع أنحاء العالم رغم اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1979 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والذي تعتبره الأمم المتحدة أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشاراً واستمراراً وتدميراً في عالمنا وحتى الوقت الحالي جرم إثنان فقط من أصل ثلاثة بلدان العنف الأسري في حين لا يزال سبعة وثلاثين بلداً في جميع أنحاء العالم يعفي مرتكب الاختصاب من المحاكمة إذا كانوا متزوجين بالضحية وحالياً فإن تسعة وأربعين بلداً لا توجد فيها قوانين تحمي النساء من العنف المنزلية إسراء سعد الحياة اليوم